البعثة هترجع آخر الليل إن شاء الله تعالى أو فجرا عشان يكون لعبت الأهل بكرة الصبح موجودين مع النادي إن شاء الله تعالى استعدادا لسفر الفريق بإذن الله إلى مدينة دار السلام للقاء سنبا التنزاني في انتظار وصول بقى اليو ديانج اللي بيشارك مع منتخب مالي في مباراته الودية ضد السعودية وأيضا علي معلول اللي موجود في اليابان مع منتخب تونس وحيلعب بكرة الظهر في توقيت القاهرة ويتحول بعدها مباشرة عبر رحلتين ترانزيت إلى دار السلام يلحق بالبعثة هناك قبل ساعات من مباراة الأهل وسنبا التنزاني مساء الجمعة واللي الكابتن خالد بيبو حرص على أنه يسبق هو المهندس سامير عدلي البعثة هيسافروا قبلها بيوم إن شاء الله إلى دار السلام عشان يرتبوا لكل الأمور البعثة وإطمأن خالد بيبو على كابتن علي معلوله على ترتباته والدكتور أحمد جبالة طبيب الفريق أيضا بدأ مرحلة أخيرة في تأهيل عمر السلية ومتولي بينما اقترب كثيرا رامي ربيعة وأيضا إمام عشور من المشاركة بعد ظهورهم بشكل بدني جيد في التدريبات أنه يكونوا ضمن قائمة المسافرين بإذن الله مع الفريق إلى تنزاية انتظم كمان كريم ندفد في التدريبات هو صلاح محسن بعدما انتهوا من البرنامج العلاجي والتأهيلي وكريم فؤاد هو رخر بيواصل برنامجه التأهيلي علشان يرجع للفريق إن شاء الله تعالى أليو ديانج وصل بالفعل القاهرة خلال الساعات اللي فاتت وأدى المباراة بتاعته مع منتخب السعودية كانت في المباراة الأولى في الأجندة الدولية ولعبت الأهل حرصوا على الاحتفال بعيد ميلاد ديانج قبل بداية المران ديانج لعب مخلص جدا باشوهندس وما بيضيعش وقت فيه جدية سمى المميزة لازل اللاعب دائما جد وبيؤدي بجدية أحيانا يعني معظم الوقت بيجيد وأحيانا ما يخطي ولكنك بتغفر له لأنك تشعر أنه جد ونيبيد كل اللي جواه ده كلام مهم جدا وأعتقد الفريق بداية بطولة جديدة يعني أنك أنت تبدأ مع فريق سمى التنزاني في دار السلام بداية البطولة الدور الأفريقي شوف الماتش ده ألقني لأنه أولا دائما هذه المباراة في دار السلام وتحديدا مع سمى بتبقى مش سهلة تشعر من كلامهم أنه حطين المباراة دي في مكانة بتخليهم يعني تركزهم وتطلعاتهم وأهدافهم من هذه المباراة قوية جدا 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 يعني هم ما شايفين أنه أنه بيلعبوا أفضل فريق في أفريقيا لكن ده كان في حد ذاته حافظ أنه عايزين نقصي هذا الفريق عشان نقول للعالم كله سين بيقدر يعمل يقدر يعمل إيه أنت رايح طبعا في ظل تجمع مش أفضل حاجة لأن كدت لعيبتك الدولين لسه حيرجعولك حتكتامل بعد بكرة ما عرفش حتى شكل الاستعداد حيبقى عامل إزاي لكن في النهاية النادي الآلي بيراهن على خبراته الإفريقية وقدراته الفنية وما أظنش بقى أن احنا يعني سنلضغ من جحر سنبا مرتين يعني ده كلام مهم جدا إذن يبقى الاستعداد الجاد لهذه المباراة